اليوم 21 من سبتمبر أيلول يبدأ فصل الخريف الفصل الذي يجمع أكثر التناقضات حتى في أراء الناس حوله إلا أنه يتميز بسمة واحدة لا يمكن الاختلاف عليها وهو أنه فصل التغيرات والتقلبات النهايات والبدايات الجديدة ويبدو أنه مع بدء فصل الخريف ستبدأ ولاية جديدة لرئيس وزراء كندا الحالي جاستن تردو في آخر الأخبار الواردة من كندا صباحا هذا اليوم فاز الليبراليون بزعامة تردو في الانتخابات التشريعية المبكرة بحسب التقديرات الأولية في نتيجة ستضمن له العودة إلى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة على التوالي والخريف كما كررنا في الأيام الماضية هو الفصل الذي عادة ما تتعرض فيه الأسواق لتحركات قوية تتسم بالتصحيحات التي عادة ما يراها المتداولون ضرورية الأسواق الأمريكية يوم أمس في جلسة بداية الأسبوع تعرضت لخضة كبيرة أغلقت على إثرها المؤشرات على تراجعات هي الأقصى منذ شهر مايو الماضي دراما إفرغراندي التي تشغل الأسواق والعالم واستراتيجي البنوك والهيئة الحكومية أتعبت الأسواق في هونغ كونغ أمس وامتدت شرارتها إلى الأسواق الأمريكية التي كانت أصلا في وضعية تأهب لبدء مراحل التصحيح وفيما تترقب طبعا الأسواق الأمريكية قرار الفدرالي الذي يبدأ اجتماعه اليوم لا تبدو التوقعات لكبرى المؤسسات المالية الأمريكية أكثر إشراقا فبحسب مجموعة الاستراتيجيين لدى مورغان ستانلي التراجعات على مؤشر S&P 500 قد تصل إلى 20% أو أكثر رغم أنهم قالوا أنه ذلك سيكون هو أسوأ سيناريو إلا أن الدلائل تشير إلى طاباط النمو وتراجع ثقة المستهلكين وبالتالي الضغط على المؤشرات ومن هذه العوامل الداخلية الأمريكية إلى العوامل الخارجية حيث يبدو أن الضغوط كبيرة فأزمة أفرغراندي أصبحت وكأنها كرة ثلج تكبر كلما تدحرجت أكثر وفيما تبقى اليوم أسواق البر الصيني وأسواق كوريا الجنوبية مغلقة في عطلة إلا أن التراجعات مستمرة في هونغ كونغ ولو أنها تندرج حتى الساعة في إطار التذبدبات فيما الأسواق اليابانية آخذ في الإنحدار نزولا فيبدو أنه حتى الساعة ستكون بداية هذا الفصل حمراء تماما كأوراق الخريف المتساقطة فهل تتساقط أفرغراندي أيضا مع تفجر أزمة ديونها أم تنقذها الحكومة الصينية في اللحظات الأخيرة هذا هو السؤال الذي يحير ويشغل الأسواق سوق العملات المشفرة لم تسلم من هذه التراجعات أيضا كذلك كان الأمر بالنسبة لسوق النفط الذي أغلق أمس على أدنى مستويات له في أسبوع رغم أنه استعاد بعض المكاسب الخجولة صباح اليوم وأمام هذه الضبابية ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة طبعا لتتراجع بذلك العوائد على السندات الأمريكية بسبب الطلب الكبير عليها وليقترب الدولار من أعلى مستوياته هذا العام ومن الأسواق إلى الساحة السياسية حيث لا تبدو فرنسا وحدها هي الغاضبة من الاتفاق الثلاثي الأمريكي البريطاني الأسترالي للغواصات النبوية فدول في جنوب شرق آسيا أيضا أبدت قلقها من هذا الاتفاق فبعد أن حذرت الصين نهاية الأسبوع الماضي من أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى سباق تسلح في منطقة بحرية أصلا هي مثقلة بالنزاعات الإقليمية ضمت إندونيسيا ومليزيا صوتهما إلى الصين حتى كوريا الشمالية لم توفر التعبير عن هذا القلق وأخيرا في آخر التطورات فيما يتعلق بكورونا واللقاحات أعلنت شركة فايزر أن لقاحها انتج إجساما مضادة قوية لدى الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما في تجربة واسعة أجرتها الشركة أثبتت أن اللقاحات آمنة لهؤلاء الأطفال ما يمكن أن يمهد الطريق أمام بدء تطعيم الأطفال خلال الأشهر المقبلة وفي سياق هذا التقدم أيضا أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح قريبا لمن طلقوا لقاحا كاملا أي جرعتين أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة بعد أشهر طويلة من إجراءات السفر المشددة